والداعون ثلاثة أقسام منهم المصرحون ومنهم المعرضون ومنهم المثنون فهم ثلاثة أقسام المصرحون الذين يسألون الله حوائجهم والمعرضون كما فعل أيوب عندما طال به البلاء والصبر ثماني عشرة سنة وهو صابر على معاملة ربه جل جلاله محتسب في ذلك مر به رجلان من بني إسرائيل وهو على طرف قمامة لبني إسرائيل وهما يعرفانه فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله قال وما ذاك قال قد ابتلاه الله ثماني عشرة سنة ولم يرفع عنه البلاء فسمع أيوب كلامهما فاستحيا من الله أن يدعوه فعرض في الدعاء فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجاب الله له بتلك اللحظة فرفع الله عنه البلاء كله وأنزل له لباسا من لباس الجنة وأمره أن يركض برجله فنبع الماء من تحت رجله فاغتسل به وشرب منه وتغيرت حاله ورجع إلى أحسن صورة وعكملها فجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت أين المبتلى الذي كان هنا لعل الكلابة خطفته فقال لها أنا أيوب والقسم الثالث الذين يجعلون دعاءهم ذناء على الله سبحانه وتعالى فذلك غاية التعرض لرضاه ولهذا فإن الصلاة التي هي العباد الديني وهي عموده وهي الصلة بين العبد وربه فيها هذه الأقسام الثلاثة فتفتتح بالثناء على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم بعد ذلك بالتعريض فيقول المصلي إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد ذلك تختم بالتصريح بالدعاء إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين ثم قسمت أركانها فالركوع لا دعاء فيه بل كل ما فيه ذناء وتعظيم لله جل جلاله والرفع من الركوع كله تعريض ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أو ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن الأما بينهما ومن الأما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من كالجد قال أهل العلم في هذا الحديث التعريض ثلاث مرات فإنه فيه أهل الثناء والمجد وهذا تعريض لأننا نتعرض لمجدك ولما يذنى به عليك من الفضائل والفواضل والمقام الثاني حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت فهذا أيضا تعرض لنفحاته ورحماته فهو المعطي وحده ولا يستطيع أحد أن يمنع عطاءه والثالث ولا ينفع ذا الجد من كالجد فهو بيان أن ما يناله الإنسان كله بقدر الله وكتابه وليس شيء منه عن جده ونسبه أو عن جده واجتهاده أو عن حظه وسعادته بل كل ذلك لا يغني أمام الله شيئا شكرا